بالتأكيد من قلوبنا هنفضل دايما نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقف مع ليبيا نترحم على كل يعني من ذهبوا الى جوار ربهم سبحانه وتعالى وبنتمنى العثور على المفقودين نتمنى تمام الشفاء والعافية لكل المصابين ومصر فعلا كبيرة كما جرت العادة مصر حبيبة الكل وبتحب الكل ولا تدخر اي وسع لمساعدة الكل ايا كانت الظروف يمكن النهاردة حضراتكم شفتوا بنفسكم ازاي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيشهد بنفسه استفاف معدات الدعم والاغاثة والمساعدات الانسانية لاخواتنا واهلينا واشقائنا في ليبيا ويمكن ده جانب من هذا الاستفاف اللي حضراتكم بتشوفوه معانا دلوقتي على الشاشة عينك ما تجبش اخره مساعدة؟ لا مش مساعدة ده موقف مصري دائم واصيل ومعتاد من مصر تجاه اي من الاشقاء وتجاه اي من الشعوب اللي ممكن تكون بتتعرض لكوارث او نكبات لا قدر الله فخامة الرئيس ايضا تقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا رحمة الله عليهم جميعا واسكنهم فسيح جناته ويا رب يلهم اسرهم كل الصبر طبعا اللي حصل من الاعصار دانيل والفيضانات المصاحبة وما الى ذلك ادى الى كارثة انسانية حقيقية فخامة الرئيس وجه بتوفير اعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين ووجه الرئيس الشكر ايضا لاجهزة الدولة وطبعا القوات المسلحة المصرية على الجهود الدقوبة وسرعة التنصيق مع اشقاءنا في ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الاليمة على حد تعبير فخامة الرئيس الرئيس كمان وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل كل الجهد كل الجهد للتخفيف من اثار هذه الكارثة الانسانية وجه بتجهيز حاملة الطائرات مسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل اهلين في ليبيا اي اعباء مصر دايما وقفة مع الكل ليبيا بالنسبة لنا لا ليبيا بالنسبة لنا حدوتة كبيرة مش بس لانها دولة الجوار نحن بنتكلم على ليبيا يعني تاريخ مشترك بنتكلم على مصاهرة ونسب وعائلات واحدة وقبائل منتشرة وعائلات كبيرة منتشرة ما بين البلدين يعني ليبيا لها وضعية شديدة الخصوصية بالنسبة للمصر المنطقة العربية لها وضعية شديدة الخصوصية طول الوقت تصل باذن الله كل المساعدات قدر الاستطاعة لاخوتنا في ليبيا والاخوتنا في المغرب